حرسين على أن استقرار الصومال ومكافحيتها للإرهاب تتم بنجاح حتى تعود الصومال أفضل مما كانت تحدثت مع فخامة الرئيسة على الإجراءات اللي احنا قمنا بها خلال الفترة اللي فاتت ومن جانبنا احنا يعني السفارة المصرية كانت رجعت للعمل في مقديشي ومرة تانية وفي استقنافة عملها خطوط مصر التيران بين القاهرة وبين مقديشه تم استقنافها وده أمر طبعا في بنك مصر موجود دلوقتي موجود أيضا في الصومال كل اللي أنا أقول عليه ده هي عبارة عن إجراءات الهدف منها تأكيد التعاون وتأكيد الإخوة اللي بيننا وبين الصومال ثم النهاردة زي ما شفنا بين التعاون العسكري والاتفاق اللي تم بين وزارة الدفاع المصر والصومالي يصبوا في هذا الإطار ولنا عايز أكده هنا أن احنا تعاوننا دائما يهدف إلى البناء والتنمية والتعمير ولا نتدخل أبدا في شؤون الدول ودائما اللي بيحكم مسارات سياستنا هي احترام القانون الدولي والعراف الدولية وسيادة الدول وده اللي احنا بنقوله فيما يخص الصومال مهم جدا أن احنا كدول دول جوار دول الإقليم دول القرن الأفريقي أن احنا نحترم سيادة دولنا ونحافظ على استقلالها ويبقى اللي بيحكمنا هو التعاون فيما بيننا وليس أكتر من ذلك نحن مع الصومال واستقرارها وسيادتها ولكم في مصر هنا فخمت الرئيس أشقاء وأصدقاء حارسين جدا جدا على العلاقة دي وعلى تطويرها مش عايز أطيل عليكم لكن أنا بقى أقول الكلام نوت عشان تبقى رسالة للجميع نحن معا أنا بتكلم على قانون دولي بتكلم على أعراف دولية بتكلم على سيادة نحن معا